اشتركوا في القناة وقالت الرابطة فيما يتعلق بالتفسيرات المختلفة والمتناقضة التي نشرت في الأيام الأخيرة في وسائل الإعلام حول الوضع التعقدي لللاعب ليوني الميسي مع برشلونة ترى الليجة أنه من المناسب توضيح ذلك وفقا لعقد اللاعب مع نديه وأضافت العقد ساري المفعول حاليا ويحتوي على شرط جزائي إذا قرر ميسي الرحيل مبكرا وإنهاء العقد من جانب واحد وذلك طبقا للمدى السادسة عشر من المرسوم الملكي الذي ينظم علاقة العمل الخاصة للرياضيين المحترفين وتمت الرابطة وفقا لللوائح المعمول بها واتباع الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات لن تقوم الليجة بتنفيذ أي عملية نقل لللاعب إذا لم يدفع مسبقا المبلغ المذكور في الشرط الجزائي قالت إذاعة أن دا سيرو أن ليون الميسي يمكنه الرحيل عن ناديه برشلونة مجانا في الصيف الحالي وكشفت الإذاعة بعض تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة وأوضحت أن عقد اللاعب مع البرسة يتضمن بندا ينص على أنه لن يتم تطبيق الشرط الجزائي على الرحيل في حال أعلن ميسي بنفسه الرحيل من جانب واحد اعتبارا من نهاية الموسم المنقضي أكدت صحيفة موندو دوبورتيفو أن برشلونة تواصل مع نظيره يوفينتوس لحسم مستقبل لويس سوارز وأبلغ المدرب الجديد للبرسة رونالد كومان سوارز بخروجه من خططه لمشروع البرسة الجديد وطالبه بإيجاد ناد آخر في الموسم المقبل وذكرت الصحيفة أن برشلونة يجري مفاوضات مباشرة مع يوفينتوس لإرسال سوارز للسيد العجوز وأضافت أن رامون بلانز المدير الرياضي لبرشلونة كان على اتصال مباشر مع مسؤولي يوفينتوس لتقرير مستقبل سوارز والتفاوط حول إجراء الصفقة وينظر إلى سوارز على أنه بديل لمهاجم روما إدن الجيكو الذي سيكلف يوفينتوس 10 ملايين يورو بالإضافة إلى مليوني يورو كمكافئات ولفتت الصحيفة لأن سوارز مفتون بإمكانية اللعب إلى جانب الثنائي كريستيان رونالدو وباولو ديبالا يذكر أن سوارز يرتبط مع برشلونة بعقد حتى صيف العام المقبل لا يرغب داني سيبيوس لاعب وسط ريال مدريد في الاستمرار مع الميرنجي بالموسم الجديد بحسب موقع ديفينزا سنترال ووفقا للموقع فإن سيبيوس غير مقتنع تماما باللعب للفريق الملكي في الموسم المقبل حيث يعرف أنه لن يأخذ فرصا حقيقية مع المدرب زيدان ويريد الإسباني اللعب مع أرسنال موسما آخر حيث تألق بعد وصول المدير الفني ميكيل أورتيتة الذي منحه الفرصة وطلب منه الاستمرار برفقة الجانارز ونجح داني مع الفريق اللندني في الفوز بكاس الاتحاد الإنجليزي ويجب عليه الآن أن يجتاز فحوصات كورونا للانضمام لتدريبات الريال أفدت صحيفة سبورت باقتراب دون فاندي بيك لاعب وسط آياكس مستردام الهولندي من الانتقال لمانشستر يونايتد الإنجليزي وبحسب الصحيفة فإن فاندي بيك أبلغ أصدقائه المقربين في آياكس برحيله إلى اليونايتد وأكد لهم أنه أنهى كافة إجراءات انتقاله للناد الإنجليزي ويسعى اليونايتد للتعاقد مع دي بيك منذ الصيف الماضي لكن تردد أن اللاعب الشاب اتفق مع الريال غير أن النادي الإسباني تراجع عن إتمام الصفقة مقابل 50 مليون يورو بسبب جائحة كورونا ورفض المدرب زيدان ووفقا للصحيفة فإن انتقال فاندي بيك لمانشستر يونايتد جاء بسبب تركيز برشلون على الأزمة التي تسبب بها نجمه لين المسي بطلبه الرحيل عن النادي كشفت صحيفة ميرور عن اقتراح تشلسي صفقة تبادلية مع ميلا في السوق الصيفي الحالي وقالت الصحيفة أن تشلسي يريد الحصول على خدمة الحارس الإيطالي الشاب جيان لويجي دوناروما من ميلا بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم مقابل إعارة كيبا للنادي الإيطالية وأوضحت أن تشلسي يقترح الحصول على خدمة دوناروما مع حقية إشراء الحارس البالغ من العمر 21 عاما بشكل نهائي ولا يثق المدرب فرانك لامبرد كثيرا في الحارس كيبا واعتمد على الأرجنتيني المخضرم ويلي كابيورو في عدد من مباريات الموسم المنقضي وشارك كيبا في 41 مباراة في الموسم المنقضي مع تشلسي ويمتد عقده مع البلوس حتى يونيو 2025 أما دوناروما البالغ من العمر 21 عاما فيرتبط مع الميلا بعقد حتى يونيو المقبل ولم يوافق حتى اليوم على التجديد للروسونيري وقد ارتبط بعدة أندية أبرز هاري المدريد وباريس جرمان قالت صحيفة سن إن منشستر يونيتد قرر مزحمة منافسه ليفربول على لاعب الوسط الإسبانية تياغو ألكنتارا الذي يقترب من الرحيل عن بايران ميونيخ ونقلت الصحيفة عن الصحفي النرويجي المعروف تأكيده أن منشستر يونيتد يريد التعاقد مع الكنتارا في السوق الصيفي الحالي وفي وقت سابق قال كارل هاينز رومينيجي الرئيس التنفيذي لبايران ميونيخ أنه يتوقع أن يتلقى الناد البافاري عرضا بقيمة 27 مليون جنيه سترليني لبيع الكنتارا البالغ من العمر 29 عاما وينتهي عقد الكنتارا مع بايران ميونيخ في يونيو المقبل ويتردد أنه يريد الرحيل الصيفة الحالية وقد ارتبط بالانتقال إلى ليفربول بطل الدورة الإنجليزية وأوضحت أن اليونايتد يريد التعاقد مع الكنتارا والهولندي دوني فاندي بيك من آياكس أمستردام كشف موقع فوتبول إيطاليا عن موقف المدافع السنغالية كاليدو كوليبالي لاعب نابولي من الانتقال لنادي آخر في السوق الصيفي الحالي وذكر الموقع أن كوليبالي يريد توقيع عقد جديد مع نابولي وأوضح أن كوليبالي سيحصل على راتب سنوي قيمته 7 أو 8 ملايين يورو لكن في المقابل أوضح الموقع أن إدارة نابولي برئاسة أوريليو ديلاريانتس غيرت موقفها وتريد بيع المدافع السنغالي في الصيف الحالية وكان لوريانتس يطالب بـ 100 مليون يورو للسماح لبيع كوليبالي لكن يبدو أنه تراجع مع تأثير فيروس كورون على الأندية الأوروبية وسوق الانتقالات ويرتبط كوليبالي بعقد مع نابولي حتى صيف 2023 وتردد أن آخر عرض قدمه منشستر سيتي للتعاقد مع كوليبالي تبلغ قيمته 65 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت في حين أصر نابولي على 80 مليون يورو لبيعه عزيزي متابقناة عرب قول هل ستنجح ثنائية رونالدو والسواريز في يوفنتوس؟ شاركنا برأينا شكرا شكرا